في دبي شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات توقيع مذكرة التفاهم ضمن عمل القمة العالمية للحكومات بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة الاتحاد للقطارات المطور والمشغل لشبكة السكك الحاددية الوطنية في دولة الإمارات كخطوة أولى لتنفيذ مشروع مشترك بين الطرفين تتولى بمجبه الهيئة دراسة تطوير حلول حجز التذاكر ودفع التعريفة من خلال نظام نول التابع للهيئة وتدعم المذكرة استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025 واستراتيجية دبي الرقمية الرامية لرقمنة الحياة في دبي ترجمة نانسي قنقر